ولسه مكملين مع بعض قصة حياة العبقري الأشهر في التاريخ وهو ألبرت أينشتاين في الحلقة دي عندنا حدث كبير جدا غير أصلا مجرى التاريخ كله وهو الحرب العالمية الأولى لكننا هنتكلم عن الحرب العالمية الأولى من وجهة نظر أينشتاين ومن رؤيتنا لحياة أينشتاين أثناء فترة الحرب العالمية الأولى تأكد طبعا أنك عمل لايك الأول ومشترك في القناة بفعل تنبيهات الحاجات دي مهمة جدا 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 الناس بتكسل عليها لكنها مهمة لأي صانع محتوى وخلونا نبص إيه اللي كان بيحصل في حياة أينشتاين في الوقت ده ادهوارت علاقة أينشتاين بزوجته ميليفيا اللي قررت أنها تاخد ولادها الاثنين وتروح على سويسرا من تاني وترك برلان وأينشتاين أينشتاين هنا كان من الدمر نفسيا وبكى كتير جدا على تركه لأولاده الاثنين وكان واضح هنا أنه فشل زواجه الأول خلاص بقى على المحك وقرب جدا علاقتهم هما الاثنين حرفيا بقت بتتدمر وأينشتاين كان عاوز يروح سويسرا يصالح ميراتو يعني ويرجعها مرة تانية على برلين لكن مع ترتباته للسفر لزوجته بتندلع أحداث الحرب العالمية الأولى في أغسطس 1914 خلاص ما بقاش قادر أنه يسافر سويسرا ولا قادر يصالح ميراتو الموضوع ذات عقيده لما انجلترا قررت المشاركة في الحرب ضد ألمانيا لما الألمان قرروا غزو بلجيكا بلجيكا في هذا التوقيت لو أي حد قرأ عن الحرب العالمية أكيد عارف أن بلجيكا كانت أصلا على الحياد وده اللي دخل انجلترا الحرب من الأساس إن ليه ألمانيا تهاجم دولة كانت موجودة أصلا على الحياد وملهاش أي علاقة بالحرب في الوقت ده الدنيا كلها هاجت على ألمانيا إعلام العالم وكل المفكرين والمثقفين والعلماء كانوا وقفين في صف معادي لألمانيا اللي بتعتدي دون وجه حق على دولة محايدة لكن الإعلام الألماني قدر يقنع 93 مفكر وعالم من ضمنهم صديق أينشتاين ماكس بلانك إنهما يدعموا ألمانيا ضد القوات الروسية البربرية في بيان تم توقيعه منهم وضد أمم أوروبا اللي مش حابين إن ألمانيا تكون في الصدارة في مقابل البيان ده بعد ما انتشر ظهر بيان تاني ضد الحرب ويطالب بالسلام لا ويطالب بالسلام من العالم البيولوجي في جامعة برلان جورج نيكولاي لكن تخيل إن الحاجة اللي مفروضة إن هي ضد الحرب والتي تدعو إلى السلام وقع عليها فقط أربعة كان من ضمنهم نيكولاي وأينشتاين واثنين علماء تانيين أينشتاين كان ضد الحرب بشكل كامل وكانت عنده رغبة في توحيد الأمم الأوروبية ونبذ الحروب والتنازعات بين كل الأطراف كما نشترك في تأسيس حزب سياسي غرضه كان دعم السلام وتنمية السلام قدر الإمكان لكن في هذا التوقيت لا حياة لمن تنادي أمم أوروبا كلها كانت بتشمر للحرب وبالتالي محدش في ألمانيا أصلاً كان معبر أي تحركات أينشتاين وأصدقائه بيعملوها في نفس السنة دي تم برضو عمل جائزة نوبل في معادها واللي أخذها في هذه السنة 1914 في الفيزياء كان العالم وصديق العبقري العزيز ماكس فون عن اكتشافه انعطاف الأشعة الثينية بفعيل ببلورات البحث اللي كان مبهر طبعاً لكن أينشتاين كان خلاص بدأ يتدايق من موضوع جائزة نوبل ده لأنه برضو في نفس السنة كان مترشح للجائزة عن النظريات النسبية لكن اللجنة أعلنتها صريحة إن أينشتاين لن يأخذها عن النسبية لأن التجربة والمشاهدة العملية والعلمية لم تثبت صحة النظرية النسبية حتى الآن فهو كلام على الورق بس إنما في الحياة العملية أينشتاين ونظرية بتاعته لم تثبت نفسها فالحياة العلمية لأينشتاين ما كانتش ماشية بشكل منظم كمان التضخم في الوقت ده ضرب أوروبا ارتفاع حد في الأسعار والعملات قيمتها قلت جداً جداً نتيجة للحرب العالمية الأولى فالمرتب بتاع أينشتاين اللي هو أصلاً كان كبير ما بقاش حتى قادر يكفي نفقات ميليفيا وولادها الاتنين اللي كانوا في سويسرا وأينشتاين كان بيبعت لهم المرتب بتاعهم كل ثلاث شهور الحاجة اللي خلت ميليفيا ترجع للشغل من تاني وتدي دروس رياضيات وبيانو علشان تضبط دخلها يعني وسط الحرب دي كلها كان بيستنى أينشتاين أي خبر يجي له من ولاده فمثلاً كان فيه خبر أسعده جداً لما أعرف إن ابنه اللي عنده بس خمس سنين بدأ يقرأ فيه كتب ومؤلفات شيكسبير وإن ابنه هانز اللي عنده عشر سنين بدأ يحب الهندسة وبدأ تكون هي المادة الوحيدة اللي بيحبها في المدرسة في الفترة دي بقى أينشتاين كان بيطوف على الدول الأوروبية اللي يعرف يروحها وسط الحرب للدعوة إلى نبذ الحرب فلما سافر فرنسا في الظروف الصعبة دي قابل الأديب رومان رولان اللي كان بيتشارك معه في فكرة نبذهم هما الاتنين للحروب رولان اتعلق يعني أنا قلت إيه أقولها بالفغونسي المهم يعني رولان اتعلق بأينشتاين وحب لقاءاته معاه وقال كتير عن أينشتاين أنه بيحب فيه حبه للحياة والفكاهة وأنه حسه الفكاهي كان عالي جداً وعنده كوميديا تلقائية وإن أينشتاين طول الوقت على طبيعته لا يتصنع أي شيء كمان في الفترة دي أينشتاين كان ليه موقف سلبي كبير تجاه العلماء اللي استخدموا علمهم في صناعة أسلحة فتاكة زي الغازات السمة اللي الألمان عملوها في هذا التوقيت واللي كان عملها أصلاً اتنين كانوا زميله اتهمهم بالنفاق لما قالوا إننا عملنا وطورنا الغازات السمة لأن الأمم اللي بتحارب ألمانيا لا تراعي قواعد الحرب هما كمان وبيستخدموا هما كمان أسلحة فتاكة فلازم ألمانيا يكون عندها أسلحة فتاكة ولو إحنا العلماء الألمان ما عملناش الأسلحة دي لبلدنا يبقى إحنا لا نستحق نكون مواطنين هو منطق ولكنه منطق خطأ لأن أنت الأسلحة الفتاكة دي خاصة الأسلحة الكيموية والغازات السمة دي حاجة بشعة المهم لما دخلنا سنة 1915 كان أينشتاين منصب على أبحاثه ومركز عليها تركيز كامل لدرجة أنه بقى يرفض حضور أي محاضرات أو حتى أنه يلقي أي محاضرات كمان ما كانش بيرد على الخطابات اللي بتجيله وبيفضل شغال لحد ساعات متأخرة جدا في الليل لأن عنده بحث شغال عليه وكان مستني النتيجة بتاعته والبحث ده كان أينشتاين معلق عليه آماله أنه يقدر عن طريقه يفوز بجائزة نوبل أخيرا وبالفعل اطرأ أينشتاين في هذه السنة أنه يوصل للنظرية النسبية العامة الحاجة اللي كانت إنجاز كبير جدا كثير من العلماء والمفكرين والمهتمين حتى بالعلم بيقولوا أن النظرية النسبية العامة لأينشتاين هي أهم وأعظم إنجاز حققته البشرية في تاريخها والنظرية النسبية العامة كانت بيعرف فيها أينشتاين من جديد وبيوضح فيها نظرته للكون بطريقة مختلفة تماما عن اللي البشرية فضلت ماشية به قرون من الزمن أينشتاين يتكلم عن الكون باعتباره نسيج من الزمان والمكان وأن الجاذبية مش بتنشأ نتيجة لتقارب الأجسام من بعض أو من الأجسام نفسها وإنما لأن الأجسام دي بتعمل إنحناقات في نسيج الزمان والمكان فالإنحناق ده بيجذب كل الأجسام لبعض وده يعني تفسير أو إجاز يعني في فهم النظرية النسبية أو في توصيل فكرة النظرية النسبية للناس وبدأ بقى أينشتاين يبهر العالم بالحاجات اللي توضح النظرية بتاعته زي إن لو فيه ساعة مثلا ده مثال شهير وقربناها من جسم هائل الحجم هنلاقي إن السرعة بتاعت عقارب الساعة بتتحرك ببطء عن ما لو كانت الساعة دي بعيدة عن هذا الجسم والصدفة كانت بتخدم أينشتاين أينشتاين أخطأ خطأ علمي في شرحه لنظريته لما قال إن الكون استاتيك ده يعني لا يتمدد وثابت زي ما هو كده لكن المعادلات اللي كان كتبها أصلا كانت من الحاجات اللي ساعدت العلماء فيما بعد إنهم يعرفوا إن الكون في الأساس بيتمدد وليس استاتيك المهم إنه خلاص خلص النظرية النسبية العامة وبدأ صياغتها في خمسين صفحة خمسين صفحة نشرهم في مارس 1916 وبعدها صاغ النظرية تاني في كتاب سماء شرح نظريتي النسبية الخاصة والعامة لغير المتخصصين وكان بيقول حاجة المفروض إنها بتفسر الجاذبية لما قال إن الأجسام تسبب إنحناء الفضاء وكلما زاد حجم الأجسام زاد إنحناء الفضاء وتكون درجة إنحناء الفضاء أكبر كلما اقتربت من الجسم لتقل بالطراض كلما ابتعد الجسم عن الفضاء وبالتالي في الكون اللي احنا بنعيش فيه تتأثر الإشعاعات والأشياء المادية بنحناء الفضاء وركز مع كلمة الإشعاعات دي كلما اقتربت من الأجسام الضخمة وهذا يفسر دوران الأرض حول الشمس والقمر حول الأرض علشان سنة 1916 يتم ترشيح أينشتاين لجائزة نوبل للمرة الخامسة لكن في السنة دي تم إلغاء جائزة نوبل في الفيزياء نتيجة للحرب مش عارف بقى لإنه كان قرب إنه هو ياخد جائزة نوبل ولا إيه ولا هو أصلا بومة من يومه معلنة المهم يعني إن دي حاجات كانت بالفعل بتأثر على معنويات أينشتاين لإنه خلاص مش فاضل حاجة المفروض يعملها وما عملهاش بجانب إنه كمان كان عاوز يطلق مراته ده غير قلقه على أولاده في العالم اللي كله عمل يحارب بعضه ده بس هو كان بيستغل كل وقته في عمل أبحاث علمية يعني في وقت قياسي عمل عشر أبحاث علمية كل الحاجات دي عملت ليه انهيار في صحته حتى إنه نزل حوالي خمسة وعشرين كيلو في شهرين بس وكان شايف الموت وهو بيقترب منه خلاص لولا إن الأطباء اكتشفوا قرحة المعدة اللي كانت عنده ولولا قريبته إلزا اللي جت عاشت معاه علشان تعمله الأكل والشرب وتخلي بالها منه كان زمنه بالفعل ميت لكن وهو ملازم الفراش ما كانش برضو بيرحم نفسه وعمال يعمل أبحاث بشكل مستمر لدرجة إنه قعد في قطه ثلاث أيام متواصلة من غير ما يخرج منها علشان يقضيها كلها في الشغل وكل ده كان علشان يضع معادلته الربعية الخاصة بالإشعاع الجاذب اللي برضو كانت فتح كبير في الفيزياء وكانت برضو حاجة جديدة بتغير نظرة الناس عن الجاذبية لكن مرة تانية بعد العمل الدقوب ده لمدة سنة كاملة رفضت لجنة نوبل إنها تديره الجائزة سنة 1917 على رغم من إن أغلب العلماء ادلهم تزكياتهم ادل أينشتاين التزكيات علشان ياخد هو الجائزة كل واحد كان بيرشحه ياخد نوبل بسبب حاجة مختلفة عن التاني يعني مثلا أرثر هاس كان بيرشح أينشتاين إنه ياخد جائزة نوبل علشان النظرية الجديدة بتاعته عن الجاذبية والإشعاع والمعادلة الربعية إيميل ويتبرغ رشحه لبحوثه في النظرية الكمية بير ويس رشحه ياخد نوبل لإنجازه في مجال الميكانيكا الإحصائية والنظرية النسبية الخاصة وغيرها من البحوث يعني تخيل إن كل حاجة صغيرة عملها أينشتاين في حياته المهنية وحياته العلمية كان يستحق إنه هو ياخد جائزة نوبل عليق علشانها لكن تخيل إن لجنة جائزة نوبل أصدرت تصريح خطير إن نظرية أينشتاين في النسبية مهما على شأنها في بعض المناحي لا ترقى بصاحبها إنه يحصل على جائزة نوبل هنا أينشتاين بقى كان اليأس من نوبل ولجنتها وقرر نشر أبحاثه في كافة أوروبا هو كان عاوز يعرف بقى طب هو صح أو غلط طبعا هو لأنه كان في ألمانيا فما كانش هيعرف يبعت أبحاثه لدولة أو لعالم في دولة مناوئة لألمانيا لإنهنا في حرب الحرب العالمية الأولى ما تنساش فبعت عن طريق صديق في هولندا الأبحاث بتاعته لواحد من أكبر علماء الفلك وهو أرثر أدنجتون اللي أدرك على طول ليه كل الناس بتتكلم عن النسبية وعن أنشتاين وأنشتاين خلينا نقول إنه فضل سنة كاملة بيتعالج من المشاكل اللي كانت عنده في المعدة سنة 1918 نفس السنة اللي وفقت فيها زوجته على الطلاق لكن تخيل ميليفيا اشترطت إيه علشان تطلق أو تتطلق من أنشتاين اشترطت شرطه هي أن تاخد قيمة جائزة نوبل 32 ألف دولار وقتها علشان لما تطلق تنفق منهم على أولاده اللي طب هو يا ست انت كان خد جائزة نوبل لا طبعا لكنها زي ما تقول كده كانت متأكدة إنه كده كده هياخد جائزة نوبل وهو كمان شكله كده إنه كان متطمن من نفس الحاجة لكن المهم حصلت حتى غريبة في الجامعة جامعة بيرلين أثناء وجود أينشتاين في فترة الحرب طلاب في الفترة الأخيرة للحرب كانوا ثائرين جدا فحتجزوا رئيس جامعة بيرلين أو أبضوا عليه يعني وعملوا تمرد كبير في الجامعة وأينشتاين هنا كان شايف إنه لازم يتدخل في هذا الأمر هو كده كده محبوب عند الطلاب فأكيد يعني هيسمعوله وبالفعل قدر إنه يتوسط عند الطلاب ويقنعهم بالإفراج عن رئيس الجامعة الحاجة اللي خلت ألمانيا تديره الجنسية الألمانية وبقى أخيرا أينشتاين مواطن ألماني نفس الجنسية اللي ألمانيا ما رضيتش تدهال وهو صغير دلوقتي أخدها أخيرا وبقى مواطن مزدوج الجنسية مواطن سويسري ومواطن ألماني هو كان طاير من الفرحة بالموضوع ده لكنه ما كانش عارف إن ده هيجي على دماغه بعد كده وهنبقى نشوف الموضوع ده قدام يعني المهم إنه في فبراير 1919 اتجوز من قليبته إلزا اللي كتبت مذكرتها مع إنشتاين وقالت إنه كان طول الوقت في هذه السنة ذهنه شارد وأكنه في دنيا تانية حتى إنه في يوم كان شديد البرد نسي يلبس الملابس الدخالية بتاعته وطلع في الشارع كده وفي يوم تاني قاعد في الحمام ساعة كاملة كان مال البنيه ونسيه إنه في الحمام أصلا وكان تاية في المعادلات الرياضية في دماغه المهم إنه في الوقت ده فاكر الراجل العالم بتاع الفلك اللي هو العالم الإنجليزي ده أهو ده قاعد يحاول يثبت نظرية أينشتاين إنه الضوء بينحني لما بيقرب من الأجسام الضخمة نتاج جاذبياتها المهولة عن طريقة الإمكانيات اللي معاه ومحاولات التقاط صور لضوء النجوم والحاجات دي وكمان هو كان عارف نتيجة بقى لإنه عالم فلك إنه فيه كسوف كلي هيحصل للشمس يوم 29 مايو 1919 فقرر إنه هيبعت لجان وهيبعت علماء في كل مكان حوالين الكوكب علشان يصوروا هذا الكسوف ويشوفوا هل فعلا الأشعة بتنحني لما بتقرب من الشمس ولا لا والمفاجأة المبهرة أينشتاين معاه حق وإن بالفعل الضوء المنبعث من النجوم بينحرف بفعل جاذبيات الشمس وبعد ما ماكس بلانك خطف منه جائزة نوبل لسنة 1918 رشحه بلانك النوبل 1919 بعد ما شاف الصور خلاص بقى الاكتشاف بتاعه وتم إثباته علميا لكن اللجنة تحس إنها كانت حلفة إنها مش هتدي أينشتاين جائزة نوبل فعمل التأجيل لتسليم الجائزة لحد ما باقي الصور الفوتوغرافية توصل من باقي العالم لأن البيعثة دي كان البيعثة دي ما قلتلك متفركة في مناطق مختلفة وحلني بقى على ما الصور دي وصلت كانت الجائزة راحت لجوهانس ستارك سنة 1919 وضاعت عليه نوبل للمرة السادسة حظة أينشتاين مع نوبل كان شديد السوق لكنه في فترة الحرب العالمية الأولى قدر ينجو بحياته وقدر يعيش وهنا حظه كان كويس بس استنى بقى لأن أينشتاين هيحصل عليه هجوم كبير جدا في الحلقة الجاية هو ونظريته النسبية ايه تفاصيل الهجوم ده؟ طبعا هقول لك ولكن في الحلقة القادمة فاتأكد هنا أنك عامل لايك مشارك طبعا في القناة ما فعل تنبيعتي عشان تكيري حتى ترجعي أول بول شكرا بكل تأكيد للدعم لنا عن طريق باتريون فوضا فون كاش وبيبال نعم ممكن لنا طبعا بيخاني السمر في إنتاج وصنوات المحتوى كما شكرا لكل المنتسبين على القناة اللي بعمل لك عن طريق زرورة جوين إلى موجود جنب زرورة سبسكرايب شكرا للناس اللي بتاعت لنا الحاجات دي طبعا وضاهي بتساعد جدا جدا يا جماعة وبتتدعمنا في إنتاج وصنوات المحتوى أكتر وأكتر فشكرا لكم جدا 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 وشوفك إن شاء الله أو تسمعني إن شاء الله في حلقة قادمة وسلام عليكم شكرا لكم